الموضوع الثالث الموضوع الرابع الخيارات الاستراتيجية لإنشاء المشروع بنهاية هذه الوحدة سيكون المتعلم قادرا على معرفة مصادر الأفكار لإنشاء المشروع الريادي وقادرا على معرفة مراحل تحويل الفكرة إلى فرصة ويكون قادرا على تقييم إمكانية تطبيق الفكرة وأخيرا يتعرف الطالب على الخيار الاستراتيجي الأنسب لإنشاء المشروع تأسيس أي مشروع استثماري يتطلب الإعداد والتجهيز ويحتاج العديد من المتطلبات تبدأ هذه المتطلبات من القدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع معظم الناس عادة يأتون بأفكار جيدة ومشاريع جيدة لكن لا ينفذونها ومعظم هذه الأفكار تكون جيدة ويمكن تطويرها إلى عمل تجاري ناجح لكن ليس بالضرورة أن تشكل الفكرة الجيدة رائد الأعمال فرائد الأعمال هو الذي يقرر بصفة نهائية العمل بأفضل الأفكار المتاحة له وهو الذي يتعين عليها أن يصنع الفكرة الجيدة مصادر الأفكار لإنشاء المشروع طبعا هناك عدة مصادر لإنشاء المشروع أو الحصول على الأفكار وفقا لمجلة INC فإن الأفكار الممتازة تأتي من المجموعات التي تضم الأشخاص مع بعضهم ومن زيارة الشركات الأخرى ودفتر الملاحظات الخاص بها ومن مؤتمرات الصناعة والمنافسين ومن الخبرة الشخصية للأفراد العاملين يمكن تلخيص مصادر الأفكار بصفة عامة فيما يلي أولا الخبرة الشخصية في الإيحاء بأفكار لمشروعات ناجحة فالخبرة الشخصية أو عادة فكرة أي مشروع يمكن أن تنشأ مما يسمى برأس المال البشري التي تنبع من الخبرة السابقة للمستثمر سواء من خبراته التعليمية أو العملية أو التدريبية أو أي تطور في المهارات الأخرى المصدر الثاني هو التعليم والتدريب فالتعليم والتدريب اللذان يتلقاهما الشخص لشحث وصق المهاراته وصق لها في التفكير الإبداعي ومن هذا المنطلق الإبداع مهارة ويمكن تنمية هذه المهارة بواسطة التدريب والتعليم وذلك من أجل تكوين وإنشاء جيل من المستثمرين المبدعين المصدر الثالث من مصادر الأفكار لإنشاء المشروع المصادر الرسمية كالكتيبات والأدلة التي تصدرها المؤسسات المتخصصة وذات العلاقة المصدر الرابع من مصادر الأفكار لإنشاء المشروع المعرفة بسلسلة الإمداد الصناعية داخل قطاع الصناعة فهذه المعرفة تساعد المستثمر أن ينشئ مشروعا هذا المشروع إما ليستفيد من منتجات مشروعات أخرى قائمة كمدخلات لمشروعه أو ينتج منتجا يمثل مستلزمات إنتاج لمشروعات قائمة المصدر الخامس من مصادر الأفكار لإنشاء المشروع التقليد والمحاكاة طبعا إن إنشاء المنشآت باستخدام هذا الإسلوب يحمل درجة عالية من المخاطرة والسبب في ذلك لأنه يترتب على ذلك ارتفاع المعروض من المنتج لهذه المنشآة في السوق لذلك عند استخدام هذا الإسلوب، إسلوب التقليد والمحاكاة ينصح بالتميز عن المنشآت القائمة بطريقة ما كالتنويع في المنتج أو دخول سوق جديدة أو إضافات خدمية للمنتج تميزه عن الآخرين وبالتالي فمصادر الأفكار لإنشاء المشروع يمكن أن تتمحور في خمسة مصادر الخبرة الشخصية والتعليم والتدريب والمصادر الرسمية كالكتيبات والأدلة والمعرفة بسلسلة الإنداد الصناعية داخل قطاع الصناعة وأخيرا التقليد والمحاكاة اشتركوا في القناة